موسيقى موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من برنامج كشك الصحافة مطالع فيه أهم وأبرز مقالته المواقع الإخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة اليوم نبدأ من موقع التغيير نت والذي ركز على حركة نزوح سكان من منطقة الوازعية وخل الموقع جرائم خوثية في الوازعية وإخلاؤها بشكل كامل من السكان ووفقا للموقع تصر ميليشيات الحثي والمخلوع الصالح على إخلاء مديرية الوازعية بشكل كامل من سكانها نظرا لشدة مقاومتهم وأهمية موقعها الاستراتيجية ويأتي إصرار الميليشيات رغم تمكن قوات الشرعية في تعز حديثا بإسناد من طيران التحالف العربي من السيطرة على مواقع جديدة كانت خاضعة لسيطرة الحثيين والمخلوع من بينها جبل الصبار الاستراتيجي غرب المدينة والمطل على مركز المديرية ويتحدث التغيير نت عن أهمية منطقة الوازعية ويقول استنادا إلى محللين عسكريين إن من يحكم سيطرته عليها فإنه يؤمن بذلك السيطرة على مديرية ذباب ومضيق باب المندب وشريطه الساحلي على وتان على مداخل مديريات الشميتين والمعافر موقع الموقع بوست تابع الهجمات التي تكثفها الميليشيا للاستيلاء على مواقع اللواء 35 في تعز وعنون الموقع المقاومة والجيش الوطني يفشلون أكثر من 40 هجوما ومحاولة للميليشيا للسيطرة على معسكر اللواء 35 مدرع وتقول التفاصيل منذ تحرير قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لللواء 35 مدرع تحاول ميليشيا القثي والمخلوع الصالح الإنقلابية التقدم والسيطرة عليه مجددا إلا أن قوات الجيش والمقاومة أفشلت كل المحاولات ومنذ مطلع مارس الماضي تعرض اللواء لأكثر من 40 هجوما ومحاولات تسلل لكن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كانوا لهم بالمرصاد ومن عنوين الموقع منظمة حقوقية ميليشيا الحوثي تفرج عن 34 مدنيا وتختطف 350 آخرين خلال الشهر يونيو حصيلة ماراثون السبعين يوما من مشاورات اليمن تحت هذا العنوان كتب وزير الإعلام الأسبق نصر طاها مصطفى ما قاله الذي نشرته الحياة اللندنية وقال الكاتب من الآن حتى نعيقاد الجولة المقبلة من المشاورات يصعب التنبؤ بالتطورات السياسية والميدانية التي يمكن أن تحدث على الأرض إذ تبدو الحكومة اليمنية جاهزة لأي استحقاق سلمي مبني على القرار الدولي والنقاط الخمس التي اقترحها المبعوث الدولي ويساندها في ذلك المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي الذي يجد أن الانسحاب وتسليم الأسلحة الثقيلة أولاً هو المقدمة الطبيعية والمنطقية لتشكيل حكومة توافقية تضم أنصار الحوثي وصالح فيما يظل الإنقلابيون يغردون وحدهم ويضيعون الوقت بإسرارهم على نقض الشرعية القائمة وشرعانة انقلابهم بتشكيل سلطتين جديدتين رئاسية وحكومية وهو أمر لم يلقى قبولاً بالمطلق من الحكومة اليمنية والرعاة الإقليميين والدوليين وبين الموقفين المتباعدين ستبذل محاولات لتليين موقف الإنقلابيين وقد يقوم المبعوث الدولي بزيارة إلى صنعاء للقاء قادة الإنقلاب محاولاً إقناعهم بأن استمرار الصدام مع إرادة المجتمع الدولي لا يصب في مصلحتهم ولا يفيد مساعي تطبيع الأوضاع في اليمن وإحياء مبدأ التعايش مجدداً والعودة إلى المصاري السياسي الذي توقف منذ انقلابهم إلا أنه لا يبدو في الأفق للمحلل والمتابع السياسي أي أمل بحلحلة موقف المتمردين وبالذات الحوثيين منهم الذين يعتقدون بأن أي تراجع أو تنازل عن مواقفهم سيهدد بضياع كل مكاسبهم الهشة التي حققوها خلال عام وتسعة شهور منذ سيطرتهم على العاصمة وفي ذل هذا الأفق المحدود ستعود المشاورات المقبلة إلى نفس الحلقة المفرغة التي عاشتها خلال السبعين يوماً الماضية وإلى عدن تايم والذي تابع أحد الموضوعات وعنوان مصدر عسكري يوضح نتائج حملة الاعتقالات والمداهمات بلا حج وقال الموقع في التفاصيل نقلاً عن مصدر عسكري إن أهم النتائج التي حققتها الحملة الأمنية على مديريتين الحطى وتبن هي إلقاء القبض على أكثر من 14 متهماً غالبيتهم ينتمون لتنظيم القاعدة ويجري التحقيق معهم وأضاف أنه تم مداهمة عدد من حارات وأحياء مدينة الحطى منها حارة الحاب وحارة وحيدة واعتقال مشتبهين ويوضح المصدر أن مدينة الحطى وتبن بلا حج لا تزالان فيها بعض من عناصر التنظيمات المتشددة رغم اختفائهم عن الأنظار ومن عنوين الموقع نائب وزير الكهرباء تمت تغطية محطات التوليد في عدن بالوقود وعنوان آخر مسؤول رئاسي ينتقد تصريحات ويلد الشيخ ويصفها بغير الدقيقة وإلى موقع صهاري جينيوز والذي عنوان في صفحته الرئيسية عودة خدمة الانترنت إلى مدينة عدن عقب انقطاع دام أكثر من 20 ساعة وقال الموقع عادت خدمة الانترنت إلى مدينة عدن بعد انقطاع دام أكثر من 20 ساعة ويوضح الموقع انقطعت خدمة الانترنت الأرضي وجميع خدمات الانترنت التابعة لشركة يمنت على مدينة عدن بشكل كامل وقال مسؤولون في شركة الاتصالات إن انقطاع خدمة الانترنت كان بسبب خلل فني في شبكة الاتصالات ومن عنوان الموقع عدن تشهد احتفالات شعبية بذكرى تحرير عدن من ميليشيا الحوثي وصالح عن الصحفيين والمعتقلين وما تعرضت له حرية الصحفة كتب مأرب الورد مقالا رصد فيه أبرز الانتهاكات لمن يمارسون هذه المهنة وقال الكاتب حرب غير مسبوقة في تاريخ الصحفة منذ اقرار التعددية السياسية والحزبية في الثاني والعشرين من مايو الف وتسمائة وتسعين اغلقت فيها الصحف والقنوات وتم حجب المواقع الالكترونية وتراجعت اليمن في مؤشر الحريات إلى مستويات غير مسبوقة دوليا أكثر من ثلاثة عشر صحفيا يقبعون في سجونهما مختلفة عشرة منهم قضوا أكثر من عام تعرضوا خلالها للتعذيب الجسدي والنفسي والحرماني من أبسط حقوق سجين مذنب فكيف وهؤلاء أبرياء ناهيك عن الأذى الذي لحق أسرهم حتى اليوم فشلت كل الحملات والمناشدات وبيانات المنظمات الصحفية والحقوقية في إقناع الحثيين بإطلاق صراح الصحفيين ويتعاملون مع أي تحرك من هذا النوع بالتجاهل وفي أحيان أخرى يتهمونهم بما ليس فيهم بل وصل بهم الحد إلى الاحتداء على أمهات الصحفيين أثناء تنظيمهن وقفات احتجاجية أمام مكتب النائب العام في العاصمة صنعاء للمطالبة بالإفراج عن أبنائهن ويحرمهن من زيارتهم في فترات متقطعة أفرج الحثيون عن مواطنين أمريكيين مع أنهم ينتمون إلى بلاد العدوان التي اعتذروا لها خلال لقاء وفدهم مع وكيل وزارة الخارجية بالكويت لكنهم لم يطلقوا صراح الصحفيين يمنيين هم مواطنون قبل كل شيء قضية الصحفيين هي الاختبار الذي فشلت فيه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن وعجزوا عن الضغط لإطلاق صراحهم وقابلوا تحويلهم إلى ورقة تفاوض مع ميليشيات متمردة في شرعية المنظمة الدولية موقع المصدر أونلاين عنوان في صفحته الرئيسية الحكومة تؤكد على تمسكها بالمرجعيات وتقول إن خلافها مع الانقلابيين ما يزال جوهريا حيث قال بيان للوفد إن الخلاف ما يزال مع الانقلابيين خلافا جوهريا بسبب رفضهم الالتزام بالمرجعيات أو المبادئ والإجراءات المطلوب اتباعها لإنهاء الانقلاب وجميع الآثار المترتبة عليه وذكر البيان بأن مشاورات الكويت التي يقودها المبعوث الأممي لم يتم الاتفاق فيها على أي شيء من القضايا الرئيسية المحددة في جدول الأعمال وأكد الوفد على أن أي محاولة لشرعنة الانقلاب تحت أي مسمى أمر لا يمكن القبول بهم موقع يمن منتر عنوان في صفحته الرئيسية بن ضغر الحكومة لن تقبل ببيع النفط والغاز لتذهب عائداته للبنك المركزي ولعاصمة محتلة ينقل الموقع في التفاصيل عن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن ضغر قوله إن حكومته لا تتحمل مسؤولية كاملة عما لحق بالبلاد من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الإدارة وفساد السياسات الاقتصادية وهاجم بن ضغر المجتمع الدولي الذي يصر على توريد موارد الدولة إلى البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الحوثيين وقال إن ما وصفها بالسياسة البلهاء وما سميت بالهدنة الاقتصادية التي فرضتها بعض الدوائر النافذة في السياسة الاقتصادية العالمية مع بداية الأزمة شجعت الحوثيين على التمادي في قطع الجزء الأكبر من المرتبات والمبالغ المخصصة لدعم وشراء المشتقات النفطية وأعلن بن ضغر أن اليمن لديها القدرة على التصدي لكل هذه المشكلات لو سمح للحكومة الشرعية فقط بالمضي قدما في بيع والتسويق نفط المسيلة وتحرير النفط السعيسة من سيطرة الحوثيين وعلى المجتمع الدولي أن يعرف ذلك قبل مطالعة أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا نعاود الترحيب بكم مشاهدين الكرام ونصحابكم في جولة بين أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من صحيفة السياسة الكويتية والتي تابعت أخبار الحملة التضامنية مع الصحفيين اليمنيين المختطفين لدى الميليشيا وعنوانات الصحيفة حملة دولية للإفراج عن الصحفيين اليمنيين المختطفين بسجون الحوثيين وتقول التفاصيل أطلق ناشطون وصحفيون وحقوقيون يمنيون حملة دولية تضامنا مع زملائهم الصحفيين المختطفين من قبل مسلح جماعة الحوثي وحلفائها وجاءت الحملة التي حملت عنوان أنقذ الصحفيين اليمنيين التعاون مع مراكز إعلامية يمنية ومنظمات حقوقية ومبادرات شبابية وبالتنسيق مع نقابة الصحفيين اليمنيين وأطلقت الحملة بهدف المطالبة بالإفراج عن الصحفيين المختطفين بسجون الحوثيين وإيقاف الانتهاكات بحق الصحافة اليمنية واستهدفت تجديد الدعوة للحوثيين وحلفائهم إلى سرعة الإفراج عن الصحفيين المختطفين وكذلك دعوة الأمم المتحدة ومبعوتها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية وقال شهود عيان لصحيفة الاتحاد أنهم رأوا مواكب سيارات تابعة للمتمردين تقل العديد من جثث قتلى وجرح المواجهات العنيفة والغارات الجوية لطيران التحالف العربي التي تركزت على مواقع في حريب نهم وقالت مصادر محلية أن غارات التحالف استهدفت أيضا مواقع للمتمردين في مديرية سرواح غرب مأرب بالتزامن مع تصاعد الاشتباكات في نهم وبني حشيش كما تقول الصحيفة في موضوع متصل إن الحثيين فاشلوا الأسبوع الماضي في تنظيم لقاء موسع بصنعاء لزعماء وشيوخ القبائل اليمنية في تحرك كان يهدف لإعلان موقف قبلي موحد لمواجهة قوات الشرعية التي باتت على أبواب العاصمة وأبلغ وجيها قبليا الاتحاد عن عدم قبوله دعوة الحثيين حضور اللقاء القبلي الموسع مضيفا الجماعة المتمردة اضطرت لاحقا إلى تأجيل عقد التجمع مع اعتذار الكثير من شيوخ القبائل وإلى صحيفة البيانة الإماراتية والتي عنولت في إحدى صفحاتها منظمة حقوقية المتمردون أفرجوا عن 34 سجينا سياسيا فقط تقول الصحيفة في التفاصيل استنكرت المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية التطورات الخطيرة لملف المختطفين الذين تم أخيرا إحالة أكثر من 40 شخصا بينهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة بينهم 11 إعلاميا مضى على احتجازهم أكثر من عام وذنت المنظمة في بيان ترويج وسائل إعلام جماعة الحثي والرئيس المخلوع لأرقام مبالغ فيها تقول إنهم سجناء سياسيون تم إطلاق صراحهم من سجونها بينما يثبت الواقع عكس ذلك تماما حيث لا يتجاوز عدد المفرج عنهم من سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين 34 شخصا من أصل 1981 مختطفا مدنيا التنظيم الدولي تحت هذا العنوان كتب جمال خاشقجي ما قاله المنشور في صحيفة الحياة وقال الكاتب لماذا فشلت مفاوضات الكويت ولماذا لا ينبغي التفاؤل بأن يجنح الحثيون لسلمه عندما تعقد الجولة الثانية منها ولماذا غامر حسن نصر الله بسمعته وبحزبه وبكل مكتسبته في لبنان وألقى برجاله في أتون الصراع السوري ولماذا لم ولن يستمع قادة حزب الدعوة الحكم الحقيقي في العراق إلى مواطنيهم الشيعة وهم يدعونهم إلى وقف الفساد والطائفية بل زجوا بهم في مزيد من الطائفية والفتن ولماذا لم يستجب قادة الوفاق في البحرين لعروض الشراكة المغرية الإجابة بسيطة لأنهم أعضاء في التنظيم الدولي الإيراني يسعون بجهد ودأب شديدين في مشروع أصولي طائفي لمد نفوذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى خارج حدود إيران السياسية التي لا يرونها دولة ذات حدود محكومة بالشرعية الدولية بل شيئا أشبه بنظام أممي أو كأنها الخلافة الإسلامية ولكن من دون تعدديتها والتي حتى عندما ضعف نفوذها وتفتت دولتها إلى ممالك مستقلة ظل المسلمون من مروحة القاهرة يدعون لخليفة لا يحكمهم ولكن الولي الفقيه يأمر ويحكم من طهران ويوجه من خلال عشرات المؤسسات ويجتمع مع مندوبيه ومثله بالدول المجاورة والذين أقسموا له يمين الطاعة في المنشط والمكره وباتوا لا يخفون ولاؤهم وتبعيتهم المباشرة له وإيمانهم بأنه ولي أمر المسلمين في السياسة قبل الفقه بأمره يعلنون الحرب وبعد مشورته يقبلون بالسلم غاضين الطرف عن مصلحة أوطانهم فهم لا يرون في البحرين أو لبنان أو سوريا أو العراق وطنا وإنما يعيشون في ظل ولاية لا حدود جغرافية لها صحيفة العرب الجديد تابعت تطورات الوضع الاقتصادي وعنونت أزمة سيولة تضرب المصارف التجارية في اليمن وقالت الصحيفة في التفاصيل تعاني المصارف التجارية اليمنية منذ أسبوع من نقص في السيولة النقدية بالعملة المحلية ما ينذر بالعجز عن صرف رواتب موظف الدولة ويفاقم الوضع المعيشي للمواطنين وتتابع الصحيفة شهد السوق اليمني اختفاء الأوراق النقدية المحلية من فئتي ألف ريال وخمسمائة ريال فيما صرف البنك المركزي رواتب يونيو بأوراق نقدية من فئة مائتين وخمسين ريالا وقال عملاء لمصارف تجارية إنهم منذ أسبوع يترددون على المصارف لسحب مبالغ من أصيدتهم دون طائل إذ تتذرع لهم المصارف بأن المبالغ غير متوفرة وعليهم العودة خلال أيام وإلى صحيفة الخليج والتي جاء فيها فيما يخص الشأن اليمني باحثون فرنسيون يحذرون من الوضع الكارثي لآثار اليمن تقول الصحيفة في تفاصيلها طالب باحثون فرنسيون مجلس الأمن بإصدار قرار يقضي بمنع تهريب وتداول الأثار اليمنية محذرين من النتائج الكارثية التي تسببت بها الحرب على وضع تراث وأثار اليمن وأعرب الباحثون عن الأسف على تدمير بعض المباني الأثرية في مدينة صنعاء القديمة والأضرحة التاريخية في حضرموت وكذا سد مأرب التاريخي ومدينة براقش ومدينة سرواح التي تحتضن آثارا تعود إلى ما قبل الميلاد ونبهوا إلى خطورة استمرار الصمت إذا ما تتعرض له آثار اليمن من تدمير مشيرين إلى ما تعرضت له عشرات المواقع من قصف بما فيها المتاحف منها مضحف دمار الأمر الذي تسبب في تدمير 12500 قطعة أثرية تعود إلى القرون الوسطى وإلى صحيفة القدس العربي والتي تابعت الشأن اليمني وعنونت في صفحتها الرئيسية ردا على ولد الشيخ وفد الحكومة اليمنية ينفي قبول حكومة شراكة مع الحطيين تقول الصحيفة في التفاصيل نفى وفد الحكومة اليمنية المشارك بمشاورات السلام بالكويت تعامله مع أي مقترحات أو أفكار أحادية تنتقص من وظيفة ومهام السلطة الشرعية في البلاد ومنها تشكيل حكومة شراكة مع الحطيين وأشار الوفد في بيان أصدره أنه لم يناقش أي أفكار أو مقترحات تخالف المرجعيات المتمثلة بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخالجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني جاء ذلك فيما يشبه الرد على تصريحات أدلى بها المبعوث الأممي لليمن في مؤتمر صحفي عقده بالكويت قال فيه أنه سلم طرفي مشاورات السلام اليمنية مقترحا لخارطة طريق في سبيل حل الأزمة تتضمن تصورا عمليا لإنهاء النزاع في اليمن يشمل إقرار الترتيبات الأمنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية عن يوم القدس ويوم صنعاء العالمي تحت هذا العنوان كتب علي أحمد العمراني وقال في المقال الذي نشره موقع أخبار اليمن قال العمراني سيقول التاريخ إن تداعيات ثورة الخمين في إيران 1979 أخطر على العربي من نتائج قيام إسرائيل في فلسطين 1948 وأرجو أن لا يقول التاريخ أيضا إن نكبة اليمن باحتلال الحوثي صنعاء وغيرها أخطر من نكبة فلسطين باحتلال إسرائيل القدس وأكل فلسطين قال لي دبلوماسي عربي بعد اجتياح صنعاء من قبل الحوثيين أخشى أن تترك الحوثية آثارها الخطيرة على اليمن لمدة ألف عام قادمة وتذكرت أن اليمن تعيش تخريبا وتراجعا حضاريا شاملا منذ ألف عام قبل أسابيع قالت صحيفة الفورين أفيريس الأمريكية إن ما يحدث الآن في المنطقة العربية أقرب إلى ما حدث فيها عند سقوط بغداد في يد المغول قبل أكثر من ثمانمائة عام منذ قيام ثورة الخمين في ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين لم تتقدم القضية الفلسطينية قيد أنملة إلا ما ترجعت إلى الخلف وتكاد أن تضيع الآن ومع ذلك يحتفلون بيوم القدس العالمي وهم الذين تسببوا في نكبة كثير من المدن والبلدان العربية ربما نحتاج في اليمن إلى يوم صنعاء العالمي لإنقاذها من نكبة الحوثي وقد تحتاج بغداد ودمشق وبيروت إلى مثل ذلك بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه وابقوا معنا نتابع معا من مجموعة رسوم الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر